بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف الرابع ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم إذن عنوان هذا الدرس العدد 15 إذن عنوان هذا الدرس العدد 15 أحبايا الطلاب والطالبات أولا نميز شكل العدد 15 ثانيا نشير إلى العدد 15 ثالثا تمثيل العدد 15 رابعا كتابة العدد 15 أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا النشاط شاهدوا معي هذه الكرات إذن شاهدوا معي هذه الكرات سوف نقوم بعد هذه الكرات إذن هيا يا أحباي الطلاب والطالبات نقوم بعد هذه الكرات إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن أحباي الطلاب والطالبات مجموعة هذه الكرات هي خمسة عشر إذن مجموعة هذه الكرات هي خمسة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن سوف نقوم بحل هذا النشاط إذن هذا النشاط الموجود في الكتاب صفحة مئة وتسعة وعشرون هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة مئة وتسعة وعشرون في النشاط الرابع إذن صل العدد بما يناسبه أحباي الطلاب والطالبات سوف نصل العدد بما يناسبه إذن لدينا هنا هيا نقوم بعد هذه المظلات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إحدى عشر إذن وسوف نقوم الآن بعد الطيور واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن هيا نصل العدد بما يناسبه إذن أحباي الطلاب والطالبات هيا نصل العدد هيا نصل العدد بما يناسبه لدينا هنا مجموعة من المظلات عدد هذه المظلات هي إحدى عشر ولدينا هنا مجموعة من الطيور وعدد هذه الطيور خمسة عشر ما هو العدد المناسب لهذا العدد إذن ما هو العدد المناسب لهذا العدد هيا نفكر يا أحباي الطلاب والطالبات هيا نفكر فكروا معي أحسنتم الطيور عددها 15 إذن عدد هذه الطيور هي 15 إذن العدد المناسب لهذا الرقم هو الطيور سوف نختار هذه الطيور إذن عدد هذه الطيور هي 15 أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن عدد هذه الطيور هي 15 عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات هيا نقوم بعد هذه الأرقام هيا نقوم بعد هذه الأرقام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن أحباي الطلاب والطالبات هيا نقوم بكتابة هيا نقوم بكتابة هذه الأرقام هيا نمسك القلم المسكة المناسبة ثم نقوم بكتابة هذه الأرقام أحباي الطلاب والطالبات هيا نمسك القلم المسكة المناسبة إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن وهنا سوف نقوم بكتابة العدد خمسة عشر بتتبع النقاط التالية هيا نقوم بكتابة هذا العدد خمسة عشر هيا نقوم بكتابة العدد خمسة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا سوف نقوم بتلوين العدد خمسة عشر هيا نلون هذا العدد خمسة عشر هيا نلون يا أحباي الطلاب والطالبات هذا العدد خمسة عشر إذن هيا نقوم بتلوين العدد خمسة عشر هيا نقوم بتلوين العدد خمسة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن وهنا سوف نقوم بإكمال هذه العدد إذن أحباي الطلاب والطالبات لدينا هذه العدد هيا نقوم بإكمال هذا التمرين لدينا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن كم عدد هذه النقود هيا نقوم بعد هذه النقود أحباي الطلاب والطالبات هيا نقوم بعد هذه النقود لدينا هنا ريال واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عشرة أحدى عشر أثنى عشر ثلاثة ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن عدد هذه النقود هي خمسة خمسة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أشكركم يا أحباي الطلاب والطالبات على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر ترجمة نانسي قنقر